سقوط الآيفون، مشروع آبل القابل للطي، تقليد مثالي؟ على مر السنين، كانت آبل واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، حيث أطلقت العديد من الابتكارات التي غيرت شكل السوق التكنولوجي بشكل كبير. ومن أبرز هذه الابتكارات، كان هاتف الآيفون الذي أطلقته في عام 2007 ليغير تماماً طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبحنا نرى العديد من الشركات الأخرى، مثل سامسونج وهواوي، تدخل سوق الهواتف القابلة للطي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت آبل ستظل قادرة على قيادة الابتكار في هذا المجال، أم أنها ستتبع ببساطة خطى منافسيها؟ آبل وحذرها في دخول أسواق جديدة لطالما اشتهرت آبل بأسلوبها الحذر والمتحفظ عند دخول أسواق جديدة أو تبني تقنيات مبتكرة، فالشركة لا تندفع عادة نحو تبني تقنيات جديدة فور ظهورها، بل تفضل الانتظار حتى تكتمل تلك التقنيات ويثبت نجاحها، ثم تبدأ في تطوير منتجاتها الخاصة بناء على ذلك. هذه السياسة كانت دائماً جزءاً من استراتيجية آبل، التي تجمع بين الابتكار المدروس والجودة الفائقة. وعلى الرغم من أن الشركة تأخرت في تبني تقنيات مثل شاشة أوليد أو تقنية خمسة جي، إلا أن آبل نجحت في تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات مستخدميها. ورغم ذلك، فيما يتعلق بالتكنولوجيا القابلة للطي، ظل الكثيرون يتساءلون عن سبب تأخر آبل في الدخول إلى هذا المجال، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الشركات المنافسة. مشروع آبل القابل للطي، هل سيكون مجرد تقليد؟ منذ فترة طويلة، بدأت التسريبات حول مشروع آبل للهواتف القابلة للطي تظهر على الساحة، مما أثار العديد من التكهنات حول ما إذا كانت الشركة تخطط فعلاً لإطلاق هاتف آيفون قابل للطي. في البداية، كان يعتقد الكثيرون أن آبل ستكون متحفظة ولن تدخل في هذا المجال قبل أن تتأكد من تطور التكنولوجيا، وهو ما حدث بالفعل، حيث شهدنا أن الشركات الأخرى مثل سامسونج قدمت العديد من الهواتف القابلة للطي مثل جالكسي زد فولد وجالكسي زد فليب، بينما آبل كانت تراقب السوق عن كثب، ولكن مع مرور الوقت بدأت التسريبات حول اختبارات آبل للهواتف القابلة للطي في الظهور بشكل أكبر، مما دفع العديد من المحللين إلى التكاهن بأن آبل قد تطلق هاتفاً قابلاً للطي قريباً، ومع ذلك، السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو، هل سيكون هذا الهاتف مجرد تقليد مثالي لما تقدمه الشركات الأخرى؟ أم أن آبل ستقدم شيئاً جديداً بالفعل في هذا المجال؟ آبل والابتكار في التصميم والتقنيات من المعروف أن آبل تتمتع بقدرة كبيرة على الابتكار في تصميم الأجهزة وتقنياتها، وعلى الرغم من أن هواتف الشركات الأخرى القابلة للطي قد أثبتت فعاليتها إلى حد ما، إلا أن الكثير منها يعاني من مشاكل متعلقة بالمتانة، مثل تجعيد الشاشة أو أعطال المفصلات. يمكننا أن نتوقع من آبل أن تحاول حل هذه المشكلات بشكل مبتكر، مثل استخدام مواد أكثر متانة لتصميم الشاشة أو تقنيات جديدة للمفصلات. إضافة إلى ذلك، قد تتجه آبل لتقديم شاشة قابلة للطي من نوع جديد، مثل استخدام زجاج فائق النعومة أو مواد مبتكرة تجعل الشاشة أكثر مرونة وموثوقية. كما أنه من المحتمل أن تستخدم آبل تقنيات متقدمة لتحسين عمر البطارية في الهواتف القابلة للطي، مما يعالج واحدة من أكبر مشاكل هذه الأجهزة. نظام آي او اس، هل سيكون متوافقاً مع الهواتف القابلة للطي؟ إحدى المزايا الرئيسية التي تميز هواتف آبل هي نظام التشغيل آي او اس، الذي يتمتع بواجهة مستخدم سلسة وسهلة الاستخدام. بالنسبة للهواتف القابلة للطي، سيكون من الضروري تعديل آي او اس ليعمل بشكل كامل على الشاشات القابلة للطي. قد تقدم آبل وظائف جديدة تتيح للمستخدمين الاستفادة من الشكل القابل للطي، مثل القدرة على تقسيم الشاشة إلى جزئين، والعمل على تطبيقات متعددة في نفس الوقت. إذا تمكنت آبل من دمج هذه الوظائف بشكل فعال مع نظام آي او اس، فهذا قد يكون نقطة فارقة في تقديم تجربة مستخدم متفوقة. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت آبل ستتمكن من تقديم هذه المزايا بطريقة جديدة ومبتكرة تميزها عن المنافسين، أم أنها ستظل تلتزم بما هو موجود حاليا في السوق؟ التحديات التي تواجه آبل في تنفيذ مشروعها القابل للطي؟ رغم أن آبل تمتلك القدرة على التطوير والابتكار، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تواجهها في تنفيذ مشروعها القابل للطي. أحد هذه التحديات هو تحسين متانة الأجهزة القابلة للطي. على الرغم من أن سامسونج قد حققت بعض التقدم في هذا المجال، إلا أن هناك شكوكاً حول قدرة هذه الهواتف على التحمل مع الاستخدام المستمر. التحدي الآخر يتعلق بالشاشة. الهواتف القابلة للطي تتطلب شاشة مرنة، وهو ما قد يتطلب تقنيات تصنيع متقدمة للغاية. آبل قد تواجه صعوبة في توفير هذه الشاشات دون التأثير على جودتها أو تكلفتها. هل سيكون الآيفون القابل للطي ثورة أم تقليد؟ كما هي عادة آبل، من المرجح أن تتمسك الشركة بمفهوم التطور بدلاً من الثورات الجذرية. لذا، من المحتمل أن يأتي الآيفون القابل للطي مع تحسينات مبتكرة في التصميم وجودة التصنيع، لكنه قد يظل في إطار التقنيات التي تم تقديمها بالفعل من قبل الشركات الأخرى. وهذا قد يجعل البعض يرى أن آبل ببساطة قامت بتقليد ما سبقها إليه الآخرون، بدلاً من تقديم شيء ثوري جديد. الختام، مستقبل الهواتف القابلة للطي وآبل. بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة حول مشروع آبل القابل للطي، لا يمكن إنكار أن هذا النوع من الهواتف سيشكل مستقبلاً كبيراً للهواتف الذكية. إذا تمكنت آبل من تقديم منتج متميز، لا يعاني من نفس المشاكل التي تعاني منها الهواتف القابلة للطي الأخرى، فسيكون لهذا الهاتف القابل للطي مستقبل واعد في السوق. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً، هل ستكتفي آبل بتقليد الآخرين؟ أم ستدخل بتقنية جديدة وفريدة من نوعها؟ في النهاية، مهما كان المنتج الذي ستطرحه آبل، فإنه سيثير حتماً ضجة كبيرة في السوق، وستظل آبل دائماً في قلب الإبتكار التكنولوجي.